مرحبا كيف حالكم؟ في هذا الويديو سأساعدكم على اختيار إضافة ترجمة محتوى موقع WordPress الأمثل بالنسبة لكم فكما تعرفون هناك كثير من الإضافات لترجمة محتوى موقع WordPress فأي إضافة يجب أن تستخدمها فالجواب حسب الهدف الخاص بكم ماذا تريدون أن تحققون ماذا تريدون أن تفعلون بالموقع وبناء على ذلك حسب الاستخدام تختارون الإضافة فهناك كثير من الإضافات المهمة ولا يمكننا أن نقول أن هذه الإضافة أفضل من هذه الإضافة لكن يمكننا أن نقول هذه الإضافة مناسبة للاستخدام الخاص به ففي هذا الفيديو جمعت كل عمل الخاص به شرح إضافات موقع WordPress والآن سأخبرك كيف تشاهد هذا الفيديو بداية إذا أردت أن تضيف فقط مترجم جوجل أوتوماتيكي للموقع فقط يقوم الزائر باستخدام مترجم جوجل فبكل بساطة شاهد القسم الأول من الفيديو لمعرفة تفاصيل هذا القسم اذهب إلى صندوق الوصف وانظر بالدقيقة التي تحدثت بها عن قسم إضافة مترجم جوجل للموقع إذا أردت أن تستخدم إضافة تطيح لك ترجمة المقالات والصفحات والوسوم والتصنيفات في نفس الصفحة يعني أنت تضيف التصنيف وتضيف المقالة وتضيف الترجمة لها في نفس الصفحة فتابع القسم الثاني من الفيديو الذي تحدث به عن إضافتين الأولى اسمها ملتي لانغ والثاني اسمها بولي لانغ وستجد بالدقيقة في صندوق الوصف شرح هاتين إضافتين يعني إذا ذهبت إلى صندوق الوصف وقرأت شرح بولي لانغ ستجد الدقيقة انقر عليها سيتم توجيهك مباشرة للدقيقة في هذا الفيديو التي تحدثت فيها عن هذه الإضافة في القسم الثالث من هذا الفيديو تحدثت عن إضافة أعجبت فيها في السابق اسم هذه الإضافة Translate Press هذه الإضافة جيدة وسائلت الاستخدام تساعدك على الترجمة من الواجهة الأمامية للموقع أيضا عندما شرحت عن هذه الإضافة ذكرت تلبياتها وإيجابياتها في ذلك القسم مرة أخرى موجود بالدقيقة بصندوق الوصف أي دقيقة في هذا الفيديو شرحت عن Translate Press في القسم الذي يليه تحدثت عن إضافة اسمها Weglot هذه الإضافة طريقة الترجمة بها مختلفة عن باقي الإضافات حيث يمكنك الترجمة خارج الموقع WordPress على سيرفر Weglot هذه الإضافة بنسختها المدفوعة مناسبة جدا للشركات الكبيرة التي موقعها كبير وتريد منصة تحتاج لمنصة لإدارة الترجمات فWeglot ستكون هي الخيار لكن بالنسبة للنسخة المجانية فالمواقع الصغيرة ذات المحتوى الثابت قد تستفيد من هذه الإضافة بالنهاية شراحت عن إضافة اسمها Transpush هذه الإضافة تتيح لك الترجمة الأوتوماتيكية واليدوية في نفس الوقت فإذن هذه هي ميزتها يمكنك ترجمة كل الموقع بشكل أوتوماتيكي وثم التعديل على الترجمات الأوتوماتيكية التي لا تجدها مناسبة بشكل يدوي هذا كله، فإذن هذا كله بالنسبة لإضافات تجمت المحتوى استعرضت أمامكم ميزة كل واحدة منها بشكل سريع إذا عجبتك أي ميزة بشكل مبدئي اذهب إلى صندوق الوصف اقرأ الدقيقة التي أتحدث بها عن هذا الموضوع وانقر عليه ثم سيتم توجيهك إلى الشرح مباشرة والآن أترككم مع إضافات مترجم الجوجل اسم هذه الإضافة التي سأستخدمها اليوم Google Language Translator وقم بتنصيبها والآن سأقوم بالنقر على تفعيل فإذن هذه الإضافة تم تفعيلها هنا فبالإضافات سأجدها موجودة ويمكني نقر على settings حتى أقوم بإعداداتها بداية علي أن أختار اللغة الافتراضية للموقع بحالتي هي اللغة العربية فسأقوم باختيار هنا Arabic ثم يمكنني اختيار اللغات التي أريد موقعي أن يتم ترجمته بها بالتأكيد يمكنني اختيار كل اللغات من هنا أو يمكنني اختيار لغات معينة فمثلا أريد الموقع أن يترجم مثلا للغة الإنجليزية مثلا الإيطالية مثلا الفارسية لنرى ماذا لدينا هنا نختار شيء غريب مثلا الهندية الإسبانية مثلا الأوكرانية فيمكننا اختيار اللغات التي نريد ترجمة الموقع بها وهنا بعض الإعدادات بالنسبة للشكل شكل مبدل اللغات لكن سأتجاهلها الآن وأقوم نقر على حفظ التغييرات إذا ذهبت الموقع وتحديد لاحظوا سيظهر لي هنا شيء اسمه translate إذا قمت بالنقر عليه سيظهر لي أعلام البلدان حسب اللغات التي قمت بإضافتها إذا قمت بالتلويح حول أي علام سأجد اسم هذه اللغة مثلا هنا الأوكرانية هذه هذه الإسبانية وهكذا مثلا إذا أردت ترجمة موقعي إلى الهندية عفوا الفارسية قمت بالنقر على عالم خاطئ فهذا سيظهر لكل الموقع مترجم بشكل تلقائي من جوجل ليس بالضرورة أن تكون هي الترجمة صحيحة هي ترجمة جوجل لكن سيتم ترجمتها للفارسية مثلا إذا هنا قم باختيار الهندية فسيتم ترجمة موقع للهندية وأيضا سيظهر شيء هنا بالأعلى هذا البار الخاص بي أو الشريط الخاص بجوجل ترانزليتر إذا قامت الشخص بالنقر على شو أورجين فسيظهر له النص باللغة الأصلية ومن هنا يمكنه إغلاق البار موجود هنا أو الشريط وإذا ذهبنا إلى وجات سأجد أن يمكننا أيضا إضافة مبدل اللغات أو لانجوج سويتشر أو جوجل لانجوج ترانزليتر إلى الوجات حسب القالب مثلا أريد هنا إضافتها للتذييل فمثلا يمكنني هنا تسميت هذه الوجات أي شيء أريد مثلا ترجمة وحفظ الآن إذا ذهبت مرة أخرى للموقع جيد وإلى الأسفل هنا إلى أدنى شيء سأجد هنا الترجمة تظهر لي اللغات ويظهر لي مبدل اللغات هنا باللغات التي اخترتها فقط مثلا الأوكرانية سأرى أن الموقع أصبح أوكراني الآن جيد الآن أيضا إذا ذهبت إلى هنا سأجد أن هناك إعدادات لللغات سويتشر مثلا ما هو العرض هذا الشيء هل تريد أن يكون بعرض ثابت معين أم تريد أن يكون مئة بالمئة نبقيه مئة بالمئة ماذا تريد عرض التكست الموجود مثلا دعونا نقول أحمر أنا أختار هذه الألوان ليست لأنها جميلة فقط لأنها واضحة نرى التغيير أين حصل فمثلا لاحظوا هنا هنا يعطيك معاينة لهذا فيقول هنا ظهرت بالأحمر أيضا مثلا إذا كانت دعونا نقول أزرق حتى نرى أيضا هنا يمكننا رؤية المعاينة لا يوجد معاينة تلقائية يجب أن نقوم بالنقر على حفظ التغييرات طبعا لاحظوا الآن الموقع بالأوكراني يظهر لي بالأوكراني فسأقول شو أورجينال أورجينال فهنا ظهرت لي الباكي جراوند لهذا الشيء بالأزرق والخط بالأحمر أيضا سيظهر هنا لاحظوا ها هو جيد فهنا يوجد إعدادات لهذا السويتشر يمكننا التغييرها من هنا يقول هل تريد عرض الأعلام نعم هل تريد عرض أم إخفاء اللانجوج سويتشر فيمكننا تحديد ذلك من هنا يريد إخفاءه مثلا لاحظوا تم إخفاءه فقط تم عرض الأعلام هذا الترانزليت أين تريد عرضه من أي زاوية من الصبحة هل تريد أن يتم عرضه ببوتم لفت أم بوتم رايت مثلا دعونا نقول بوتم رايت أي يعني أسفل يمين فإذا ذهبنا إلى هنا سنرى أنه أصبح موجود هنا أيضا يمكننا إضافة هذا الشيء لصفحة معينة فمثلا كل وساطة أذهب إلى كل المقالات فسأختار هنا فقرة إذا قمت إضافة الكود بهذا الشكل وقمت نقل على تحديث ثم مشاهدة هذه المقالة ستلاحظوا ستظهر لي الأعلام هنا في نهاية هذه المقالة فيمكن أن أترجم الإنجليزية مثلا سيظهر كل شيء بالإنجليزية سأترجم مثلا هذه اللغة أوكرانية أعتقد وهكذا بداية قمت بتثبيت إضافة اسمها wordpress translate سأقوم بـ طبعا أنا قمت بتنصيبها والآن سأقوم بتفعيل هذه الإضافة جيد وبكل بساطة ستلاحظون في الشريط الجانب يظهر wordpress translate إذا قمت بالنقر هنا سيقول لي حدد اللغة الإفتراضية للموقع فحددها أنها هي اللغة العربية بكل بساطة وهنا يطلب منك إدخال رمز الـ Google Analytics لن أدخله الآن وبكل بساطة تحفظ التغييرات جيد الآن إذا ذهبت للموقع وقمت بالتحديث ستجدون أنه سيظهر في الأعلى شريط يطلب منه اختيار اللغة التي نريد ترجمة موقع بها فبداية سيقول هل تريد مثلا عرض هذه الصفحة في الإنجليزية إذا قام المستخدم النقر على translate سيتم ترجمة كل شيء باستخدام Google بطريقة أوتوماتيكية إذا اختار اللغة أخرى مثلا لا أعرف هذه اللغة ما هي ستصبح الموقع كله بهذه اللغة إذا أراد عرض المحتوى الأساسي فيقول شو أوريجينال فهذا سيتم عرض الموقع اللغة الإفتراضية للموقع فهذا هذه الإضافة سهلة جدا والآن سنختبر إضافة أخرى الآن الإضافة الثانية اسمها Google Website Translator فإذا هذه الإضافة عشرة ألاف تنصيبة نشطة آخر تحديد قبل شهن وطافقة مع نسختك الحالية من WordPress جيد جدا قومت بالنقر على التنصيب الآن سأقوم بالنقر على تفعيل فإذا تم تفعيل هذه الإضافة هي موجودة بين إضافات Google Website Translator وهنا يمكنني تحديد خيارات هذه الإضافة بداية يمكنني تحديد اللغة الإفتراضية للموقع فإذا هي اللغة العربية هل تريد أن تعرض كل اللغات أو تجربة جوجل لكل اللغات أم تريد أن تحدد اللغات أريد تحديد اللغات ومثلا دعونا نحدد مثلا نريد اللغة مثلا التاملية لا أعرف تبدو لغة جميلة مثلا الكردية الفرنسية يمكنك اختيار أي لغة يدعمها الجوجل وهنا يمكنك اختيار كيفية العرض هل تريده أفقي أوتوماتيكي أم بشكل تبويبات دعونا نقول أفقي وهنا يمكننا اختيار الطريقة طريقة العرض هل تريد عرضه على اليمين على اليسار يمكنك تحديد ذلك فإذا ثم حفظ التغييرات بكل بساطة هنا يقول لك كيف تستخدمه بكل بساطة يقول اذهب إلى المظهر وجات فسنذهب إلى مظهر وجات وهنا لك وجت ها هي اسمها بريسنا جي دابليوتي وهنا نقول الترجمة مثلا حفظ الحفظ ونذهب للموقع لنرى هذه الإضافة بالتذييل تلاحظوا ظهر معي ها هو يمكنني اختيار لغة الفرنسية الكردية التاملية لنرى التاملية تلاحظوا التاملية جميلة جدا ولذلك انا اخترتها ايضا هناك لدينا الكردية ها هي الكردية ولدينا الفرنسية فإذا هذه هي الفرنسية ايضا يمكننا تغيير الستايل دعونا نغير الستايل مثلا من هنا مثلا نضع هذا الستايل ما رأيكم وحفظ التغييرات واذا ذهبنا إلى الموقع لاحظوا ظهر بهذا الشكل ويمكننا اختيار مرة أخرى المترجم بكل بساطة ايضا يمكننا اضافة المترجم لصفحة من صفحات الموقع بنسخ هذا الشورت كود فاذا ذهبنا إلى مقالات مثلا لم اكتب اي مقالة او ها هي موجودة فاذا قمت الان بالتحرير وقمت هنا فقط بنسخ الشورت كود فقط مشاهدة المقالة سألاحظ ان ظهر مترجم اللغات داخل المقالة فيمكن ان اوضحه باي مكان داخل المقالة باي مكان اريد حتى يظهر مترجم الجوجل للاشخاص باللغات المختارة فاذا هذا بالنسبة لهذا الاضافة بقيت اضافة واحدة سأتحدث عنها الان الان سنستارد سوية اضافة ترانزليت ووردبريس ووث جي ترانزليت وسأقوم بالنقر على تنصيب الان والتفعيل سنقوم بالنقر على سيتينجز او الاعدادات و ها هي فاذا هنا بكل بساطة هناك لاحظوا لدينا هنا اي معاينة لزر اللغات موجود لدينا هنا فبكل بساطة يقول كيف تريد ان تم عرض الوجت هل تريد مع اعلام يعني drop down menu قائمة منسدلة مع اعلام اعلام مع قائمة منسدلة فيمكنك اختيار الطريقة التي انت تريد سأتركها التلقائي اريد ترجمة من العربية بالتأكيد جيد هناك خيارات للشيء للاضافة المدفوعة لن اتحدث عنها هل تريد عرض language switcher المبدل للغات باي قائمة اريد عرضه بقائمة سطح المكتب الافقية طبعا هذا حسب القالب الموجود لديكم فانا استخدم القالب الافتراضي حاليا فهل تريد ان يكون هناك مبدل اللغات عائم الان سأريكم ما هو عائم ومثلا اريد ان يتم عرضه في اسفل اليمين بهذا الشكل هل تريد عرض الاسماء الاصلية للغات يعني مثلا الهندي يكتب الهندي بلغة احرف الهندية مثلا فانا عم يبدو هذا جميل فاذا تم تفعيل الاسبانية البرتغالية بشكل تلقائي سأفعل انا مثلا الفارسية دعونا نفعل الوردو اين التاملية لن استطيع قراءتي حتى لو كانت موجودة هنا فمثلا ها هي الهندية جيد هنا يقول هناك اعلام اخرى مثلا هل تريد لعلم اللغة الانجليزية يكون عالم امريكا ام تريد عالم كندا البرازيل هل تريد عالم البرتغالية ام عالم البرتغال لم يضف هنا عالم برتغال لكن البرتغالية يبدو العالم افتراضي لها وعالم البرتغال جيد جدا فاذا بكل بساطة هنا يقول ان هذا الكود للمستخدمين المتقدمين لا نحتاجه وحفظ التغييرات بكل بساطة الان اذا ذهبت للموقع تحديث لنرى كيف تبدو الامور مثلا الاسبانية فاذا الاسبانية بهذا الشكل ماذا عن مثلا الهندية تم تحويل كل شيء للغة الهندية فاذا تبدو هذه الاضافة جيدة مشكلة بهذه العائم الذي يظهر هنا وهنا شيء لا يعجبني كثيرا دعوني اقوم بإلغاء تفعيل العرض الفلوتينج مينيو لا اريد عرضها واقوم النقر على حفظ التغييرات لنرى كيف يبدو ذلك جيت فاذا ظهرت فقط لم تظهر هذا ولكن ظهرت هذا في الاعلى طبعا هذه القائمة سبب ظهورها هو الذي وضعتها في القائمة العلوية من هنا فيمكنني إلغاء تفعيلها فمثلا هنا أقول لا أريد عرض المينيو في القائمة العلوية وأريد عرض الفلوتينج مثلا نقول bottom right مرة أخرى ونقوم بالنقر على حفظ التغييرات فاذا الآن إذا عدت سيظهر لي مبدل اللغات فقط هنا موجود ويمكنني عرضه فمثلا اللغة الإنجليزية مرة أخرى اللغة الفارسية الآن ظهرت بشكل جيد ممتاز إذا ذهبتم إلى إضافات أضاف جديد قمتم بكتابة في مستطيل البحث عن إضافات ويرد بريس ملتي لانك ستظهر كأول نتيجة وتلاحظون أن فيها عشرة ألاف تنصيبة نشطة أخر تحديث قبل ستة أشهر لم تجرب مع أحدث نسخة من ويرد بريس وهي النسخة التي استخدمها الآن في وقت تشجيل هذا الفيديو لكن لا مشكلة كونها تم تحديثها قبل ستة أشهر فسنقوم بالنقر بداية على تنصيب وثم تفعيل لتفعيل هذه الإضافة بعد تفعيل هذه الإضافة ستظهر هنا سيتم التحويل لصفحة الإضافات وهذه هي الإضافة سنقوم بالنقر على settings وسيتم توجيهنا إلى صفحة إعدادات الإضافة التي بداية فيها تبويب عام general ومن هنا يمكننا تحديد لغة الموقع بشكل أوتوماتيكي عارفة أن اللغة الموقعية هي اللغة العربية فقام باختيارها أيضا يوجد إعدادات هنا أخرى ليست مهمة لنا في الوقت الحالي إذا أردنا إضافة لغات أخرى نذهب إلى تبويب languages وهنا تم إضافة الإنجليزية تلاحظون اللغة الأولى الموجودة ستكون لغة افتراضية فتالي سأرفع العربية هنا في الأعلى لتكون اللغة الأولى وثم الإنجليزية موجودة هنا وإذا أردت إضافة لغة أخرى فأقوم بالنقر على add language بداية علي أن أضيف اسم هذه اللغة فمثلا نريد إضافة الهندية فنكتب مثلا hindi وهنا يطلب رمز ISO للغة عادة يكون رمز مكون من حرفين فبالنسبة لهندي أعتقد هو h i locally هي البلد الخاصة بهذه اللغة والتي ستكون india وسيكون رمزها capital i n طبعا هنا سنختار اللغة سنقول أنها لغة الهندية بالنسبة لصيغة التاريخ والوقت نوقيها كما هي هنا يمكننا تحديد صيغة التاريخ والوقت بالنسبة لهذه اللغة وهنا يمكننا تحديد العلم علم الهند سيكون رمزه i n أعتقد فهو india وسنقول طبعا إذا أردت إضافة لغة جديدة أقوم بنقر على add language غير ذلك أقوم بنقر على حفظ التغييرات فتمت إضافة هنا للغات يمكننا إضافة لغات أخرى هنا لكن قبل الإضافة أريد التعديل على علم اللغة العربية فإذا قمنا هذه اللغة العربية إذا قمنا بفتحها بهذا الشكل فلاحظوا رمزها رمزها ar والعلم الخاص بها أعتقد هذا علم الأرجنتين لا نريده فيمكننا إضافة علم الاتحاد العربي أو علم الدولة التي أنت منها مثلا الأردن بهذا الشكل أو علم الاتحاد العربي كما قلت لكم ونقر على حفظ التغيير جيد فيفترض الآن أن يتغير العلم في الأعلى نعم تغيرها هو وأيضا بالنسبة للإنجليزية إذا أردتم إضافة الإنجليزية في بريطانيا ليست الإنجليزية بأمريكا بكل بساطة تقوم بتغييرها من هنا وتغير العلم من هنا هذا فقط الآن ماذا عن الترجمة كيف نقوم بالترجمة نذهب إلى مقالة فلدينا هنا مقالة أهلا بالعالم مقالة افتراضية يقولون أنها مكتوبة باللغة العربية هنا وفقط هنا يمكننا إضافة بالأعلى كما تلاحظون لا غير واضح كثيرا تغطي خيارات الشاشة هنا في الأعلى ستجدون مكتوب العربية الإنجليزية والهندية بمعنى الترجمات موجودة فاذا ذهبت إلى الإنجليزية بسبب عدم موجود ترجمة إنجليزية فظهرت المقالة بلغتها الافتراضية دعونا نقوم بالتحرير نحاول أن نضيف ترجمة لهذه المقالة طبعا هذه المقالة لاحظوا بالتلقائي ذهبت إلى الترجمة الإنجليزية لماذا؟ لأنني قمت بالنقر بالأعلى على الإنجليزية إذا عدت الآن للعربية أو مثلا دعونا نختار الهندية وقمت الآن بالتحرير فأنا الآن أحرر المقالة باللغة الهندية فدعونا نكتب شيء بالهندي مثلا هنا وهنا مثلا نكتب شيء بالهندي أبكي سيهو أو كيف حاله هكذا حتى نعرف أن نستخدم اللغة الهندية وتحديث فالآن أنا قمت بترجمة النسخة الهندية من هذه المقالة إذا أردت وضع إضافة النسخة الإنجليزية فبكل بساطة بالعلم بالأعلى هنا غيرتها والآن سأقول hello world وهنا نفس الشيء سأقول Hawaii باللغة الإنجليزية والعربية سأتركها كما هي فالآن سأعود للمقالات كل المقالات مرة أخرى فظهرت لي هنا بالإنجليزية لاحظوا بالأعلى ظهرت معي الترجمة الإنجليزية إذا قمت بالنقر على الهندية ظهرت الهندية إذا قمت بالعربية ظهرت العربية ويقول لي أن هذه المقالة مترجمة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وباللغة الهندية الآن إذا أردت عرض هذه اللغة في الموقع لاحظوا تظهر لي باللغة العربية جيد لكن كيف علي أن أقوم بترجمتها للغات أخرى أو عرض الترجمة فبكل بساطة أذهب إلى مظهر ووجات وهنا ستجدون يوجد لدي اسمه Language Switcher إذا قمت بإضافته لوجات فهنا يمكنني إضافة اللغات مثلا وأريد أن تظهر هذه الوجات لكل اللغات فالآن إذا أعطت للموقع في التذييل ظهرت لي مبدل اللغات فإذا ذهبت مثلا إلى هذه مقالة أهلا بالعالم إذا قمت بنقر عليها بهذا الشكل الآن أريدها باللغة الهندية فظهرت لي باللغة الهندية والموقع كله قلب للغة الهندية تلاحظون في الأعلى كل شيء هندي موجود هنا أيضا Wordpress كله قلب للغة الهندية فإذا أردت مثلا الإنجليزية مرة أخرى لاحظوا كل شيء قلب للغة الإنجليزية ليس فقط المقالة كل شيء حتى الوجات إذا أعطت إلى اللغة العربية ستجدون أيضا موقع قلب من يمين ليسار وظهرت الترجمة العربية أيضا يمكنني إضافة language switcher في القوائم فإذا ذهبت إلى مظهر قوائم دعوني مثلا أقوم بإنشاء قائمة جديدة مثلا نسميها القائمة العلوية وهنا أريد أن أضيف languages لاحظوا سأقوم بإضافة languages add to menu وحفظ التغييرات طبعا بتأكيد يمكنني عادة تسمية هذا الرابط لأي شيء مثلا هنا بدلا أن أقول languages أقول اللغة وبالتأكيد أريدها أن تظهر باللغة العربية والإنجليزية بهذا الشكل فإذا نحفظ القائمة فإذا عدنا عفوا لم نحدد مكان لهذه القائمة فإذا هي مكانها ستكون قائمة سطح المكتب فإذا ظهرت هنا فالآن العربية الآن الإنجليزية لاحظوا والهندية ظهر كل شيء بالهندية جيد جدا فسأعود كل شيء للغة العربية لأن الموقع كله يذهب للغة التي أترجم إليها سأذهب باللي أرى إذا كان يترجم التصنيفات فنعم التصنيفات يمكنك ترجمة التصنيفات يمكنك ترجمة الوسوم بنفس الطريقة بنفس الطريقة وماذا عن الصفحات نعم يمكنك ترجمة الصفحات أيضا بنفس الطريقة التي ترجمنا بها المقالات فلدينا هذه الصورة قمت برفعها الآن هل يمكننا ترجمة الأشياء الموجودة بها لا لا يمكننا أن يوجد هناك شيء لا يوجد شيء لترجمة عن العنوان أو النص البديل للصورة كما يبدو لي بالنهاية أريد التنويه أن هناك مشكلة مع هذه الإضافة وجدتها أنا وهي أن عندما نقوم بتعطيل هذه الإضافة ونذهب للموقع لاحظوا ستظهر معنا هذه الرموز يعني إذا أنت قررت أن لا تستخدم هذا الإضافة بعد الآن وتريد إضافة أخرى فستجد موقعك يتحول بهذا الشكل لرموز اللغة السبب أن هذه الإضافة تقوم بالتعديل على قاعة البيانات وحتى عندما نذهب إلى إذا قمت الآن عفوا إذا قمت الآن بتفعيل هذه الإضافة مجددا وقمت بالذهب إلى إعداداتها وقمت بالنقر على delete translation قمت بتحديده وقمت النقر على حفظ التغييرات جيد إذا ذهبت الآن للموقع ذهبت شيء جيد جدا لكن مرة أخرى إذا ذهبت إلى الإضافات جيد وقمت بتعطيلها وعطت للموقع مجددا لاحظوا ستظهر بهذا الشكل مجددا فهذا الشيء لا يبدو جيد وقد يسبب مشكلة في موقعكم فأول تنويح عن هذا الموضوع الخاص بهذا الإضافة ولكن عندما قمت بحذب هذه الإضافة بكل بساطة تم حذف كل وعادة موقعي كما كان وهذا أيضا شيء جيد فهذا المشكلة قد تتعرضون لها عند استخدام هذا الإضافة ولكن هذا هو الحل أمامكم بداية نذهب إلى إضافات أضف جديد لنقوم بتثبيت هذه حتى نقوم بتثبيت هذه الإضافة في صندوق البحث عن إضافات سنكتب polylang بهذا الشكل ومن ثم سيظهر لنا هنا polylang making wordpress multilingual وهنا تجدون أن النصف مليون تنصيب نشطة والتحديد مستمر وأيضا اختبار هذه الإضافة مستمر يكون متوافقة مع نسختك الحالية وهي النسخة الأحدث يعني طول هذا الفيديو أنا أستخدم نصف الأحدث لتاريخ هذا الفيديو فإذا التنصيب الآن والتفعيل مجرد أن أقوم بالتفعيل سيوجهني إلى معالج تثبيت هذه الإضافة بداية سيطلب مني أن أقوم بإضافة اللغات التي أريد استخدامها في هذا الموقع فبداية أريد بتأكيد استخدام لغة العربية لأنها هي لغة الموقع الأساسية وسأقول add a new language لأنني أريد لغة أخرى فمثلا سأختار الإنجليزية دعوني أختار الإنجليزية USA واخترتها ها هي أيضا أريد إختيار لغة أخرى دعونا نختار اللغة الفارسية كون اللغة الفارسية هي أيضا مثل اللغة العربية لغة من اليمين لليسار وذلك أنا اخترتها حتى نقوم بالتجريب حول هذا الموضوع ها هي فإذا نadd new language لاحظوا يمكننا إضافة أكثر من اللغة مثلا دعونا نجرب أيضا أن نقوم بإضافة الإسبانية ها هي فإذا نضيف الإسبانية من الأرجنتين مثلا إسبانية من الأرجنتين Add new language فقط ثم نقوم نقل على continue أيضا هذه الإضافة تسمح لنا بترجمة النص البديل للصور وعنوان الصور ومن هنا يمكننا تفعيل ذلك هل تريد أن تفاعل ترجمة عنوين النص البديل alternative text للصور أو title للصور أو الميديا بشكل عام؟ نعم أريد ذلك وأيضا الوصف لاحظوا الوصف والكابشن الخاص بالصور فهذا الشيء مفاعل سأقول continue الآن سيقول ما هي اللغة الافتراضية للموقع اللغة الافتراضية للموقع هي لغة الموقع الأساسية التي ستكتب بها المحتوى فالمحتوى سيتم كتابته في هذا الموقع بلغة العربية وبالتالي تم اختيار اللغة العربية بشكل طقائي فأي نص غير مترجم سيتم عرضه باللغة العربية أما إذا كان مترجم فسيتم عرضه بلغته اللغة المترجمة فإذا سنقول continue هنا يسألون هل تريد الصوحة الرئيسية بالموقع أن تكون بشكل طقائي باللغة الأم العربية؟ فنعم ستكون باللغة العربية وهي default language لاحظوا default language أو اللغة الأساسية أو الافتراضية ستكون بجانبها نجمة كما هنا موجود فإذا نكون continue وهنا يقوم بإعطائنا بعض الروابط المهمة لاستخدام هذه الإضافة مثل قراءة documentation أو تجهيز الصفحات، تجمط الصفحات أو إنشاء قوائم من أجل إنشاء مبدل اللغات الآن سأريكم ماذا يعني بذلك وأيضا هناك نسخة مدفوعة لهذه الإضافة إذا أردتم شرائها أعتقد النسخة المجانية كافية لمعظم الاستخدامات وبالتالي لن أقوم بنقل على أي شيء الآن ونعود مجددا لوحة التحكم الأساسية مرة أخرى يمكننا التعديل على الخيارات التي اخترناها بالمعالج من خلال الذهاب لاحظوا الشريط الجانبي هنا ظهر خيار جديد اسمه languages إذا قمنا بالنقر عليه سنقوم بفتح الإعدادات اللغات في polylang وهنا يمكننا أيضا إضافة لغة جديدة ما رأيكم ما هي اللغة الجديدة التي سنقوم بإضافتها سنقوم بإضافة مثلا هندي وهنا يسأل ما هو التكس ديركشن أعرف إذا ترون شكل جيد هل هذا واضح التكس ديركشن أي هل هو من الليفت رايت من اليمين اليسار من اليسار اليمين أو من اليمين اليسار اللغة العربية اللغة الفارسية اللغة الأوردو تكتب من اليمين اليسار القالب ليتم عرضه بشكل مناسب للغة فهنا يسألنا ما هو العلم الذي تريده للغة الهندية علم الهند وadd new language فهنا قمنا بإضافة لغة جديدة من ال settings للإضافة ليس من المعالج ها هي تم إضافة اللغة الهندية جيد أيضا هناك يقول هنا لدينا strings translations يمكننا من هنا ترجمة أشياء معينة سأريكم إياها لاحقا هنا أيضا هناك إعدادات ما هي هذه الإعدادات الموجودة بهذه الإضافة فإذا هذه الإعدادات يقول كيف تريد أن يعرض اليوريل الخاص بالنسخ المختلفة لترجمة المقالة فهنا مثلا يقول هل تريد أن يكون مثلا اسمها your domain هنا ثم يكتب مثلا رمز اللغة وثم المقالة مثلا إذا كانت تولد برغة الإنجليزية فتريد أن تكتب EN English ثم المقالة أم تريد مثلا أن تكون عبارة عن السب دومين يعني EN . وثم الدومين الخاص بك وثم الاسم المقالة هذا إعداد متقدم قليلا إذا أردنا عرض السب دومين فعلينا أن نقوم بإعدادات أخرى ليعمل السب دومين لن يعمل مجرد اختيار هنا فبالتالي سأبقي الخيار كما هو جيد أن تكون الخيار الافتراضي كما نجد أنه عبارة عن EN وثم الاسم المنشور أي يعني رمز اللغة واسم المنشور هنا لدينا خيار اسمه detect browser language ومن خلال هذا الخيار يمكن لهذه الإضافة أن تستشعر لغة المستخدم يعني إذا جاء مثلا شخص من الصين ليقرأ موقعك فهي تستشعر أن هذا الشخص من الصين فتقوم بعرض له اللغة الصينية أو ترجمة اللغة الصينية للموقع هذه ميزة جيدة جدا بحيث يتم عرض اللغة بناء على المتصفح الزائر هنا أيضا ترجمة الميديا تحدثنا عنها وقلنا نعم وأيضا هناك خيارات أخرى خاصة بالنسخة المدفوعة من هذه الإضافة لن نتحدث عنها إذا قمنا بالنقر على set up مجددا سنقوم بالعودة لمعالج هذه الإضافة فإذا أعتقد اكتفينا من شرح إعدادات هذه الإضافة وحان الوقت لكي نذهب للمقالات ونجرب هذه الترجمة فبداية سأذهب إلى مقالات كل مقالات بالتأكيد لدي مقالات كثيرة في هذا الموقع على ما أعتقد فإذا هذه لديك كثير مقالات لكن سأقوم بإضافة مقالة جديدة فلنرى كيف يبدو ذلك فالآن أنا في محرر جوتنبرغ كما تلاحظون هنا بالمستند تلاحظون اللغة التي أريد كتابة بهذه المقالة بالافتراضة سيتم تعليم اللغة العربية لأنها لغتنا الافتراضية لهذا الموقع فبالتالي سأقوم بإضافة مقالة هنا فسأقول مقالة عفون مقالة باللغة العربية وهنا بالنص سأقول نص المقالة يكون هنا جيد ثم سأقوم بالنقر على نشر فالآن نشرت هذه المقالة باللغة العربية فإذا ذهبت إلى مشاهدة هذه المقالة ستظهر لي مقالة باللغة العربية ونص هذه المقالة إذا عدت هنا جيد وإلى المستند وأريد إضافة الترجمة الإنجليزية لهذه المقالة بكل بساطة أقوم بالنقر هنا لدينا راحظو عالم هنا أمريكا فيمكنني النقر على شارت بلاس وهنا يمكنني كتابة العنوان المقالة نفسها باللغة الإنجليزية فهنا سأكتب و هنا سأكتب وهنا سأكتب وسأقوم بالنقر على نشر جيد أيضا سأقوم بإضافة سأكتفي بذلك وأذهب إلى هنا ستلاحظون أن أين يمكنني أن أغير اللغة لا يوجد أي خيار فسأذهب إلى الرئيسية مرة أخرى وأذهب إلى مظهر وقوائم فإذا هنا سأقوم بإنشاء قائمة جديدة سأسميها قائمة اللغات قائمة اللغات إنشاء قائمة وهنا سأقوم بإضافة هنا language switcher languages add to menu اللغات فإذا تم إضافة اللغات هنا جيد هنا سيعطيك أكثر من خيار هل تريد عرض اللغات كقائمة منسدلة هل تريد عرض اسماء اللغات هل تريد عرض الأعلام فهنا لك عدة هل تريد إخفاء اللغة الحالية هل تريد إخفاء اللغات التي لا يوجد ترجمات للمقالة بهذه اللغات مثلا مقالة قمت بعرضها باللغة قمت بترجمتها باللغة الإنجليزية مثلا والهندية لم تترجمها باللغة الفارسية فلن تظهر اللغة الفارسية لأنه لا يوجد ترجم المقالة باللغة الفارسية هذا خيار جيد أن نقوم بكتابة أين نريد عرضها نريد عرضها بقائمة سطح المكتب الأفقية العربية طبعا ما هذه الخيارات هي حسب القالب ويجب أن نقوم بإضافتها لكل اللغات يعني هنا مثلا قائمة سطح المكتب الأفقية العربية أيضا أريد للإنجليش والفارسي والإسبانيول والهندي وهنا أقوم بالحفظ القائمة فأنا الآن قمت بإعداد مبدل اللغات الآن سأزول الموقع إذا عدنا لمقالتنا فالمقالة باللغة العربية وقمنا بالنقرة على عرض هنا ستجدون مقالة باللغة العربية هذه المقالة تم ترجمتها باللغة العربية أو هي بالأصل مكتوبة باللغة العربية وظهرت هنا أيضا مكتوبة باللغة الإنجليزية فلاحظوا ظهرت معي الآن الترجمة باللغة الإنجليزية ممتاز جيد جدا وكل شيء بالإنجليزية مكتوب هنا أريد أيضا هنا إضافة لغة جديدة إذا قمت مثلا إضافة شيء بالفارسي مثلا أقوم بالنقرة على العلم هنا وتم تحويلي للصبح التي يمكن أن إضافة لها ترجمة الفارسية للمقالة فهنا مثلا يمكن كتابة مثلا قال بزبان فارسي مثلا مثلا عفو مات بزبان فارسي نشر الآن لاحظوا لأن هذه المقالة لا يوجد بها ترجمة بلغة فارسية ولا الهندية ولا الإسبانية فلم تظهر هنا الآن إذا قمت بالتحديث ستظهر اللغة الفارسية لأنني ترجمت هذه المقالة لغة فارسية وإذا قمت بنقر على فارسي ستظهر بالفارسي لاحظوا سيظهر لي بالفارس جميل جدا أيضا لاحظوا سيظهر معي وورد برس بالفارسي نفسه فضلا لاحظوا حتى هذه الأشياء أنا لم أقوم بترجمتها لكن ظهرت بالفارسي لاحظوا فوق كل شيء أصبح بالفارسي نفس الشيء إنما أقوم بالكتابة بالإنجليزية سيصبح كل شيء هنا باللغة الإنجليزية إذا قمت بالنقر العربي كل شيء سيعود على طبيعته باللغة العربية هذا بالنسبة لترجمة المقالات ونفس الطريقة ستتم بترجمة الصفحات فلن أعيد ذلك لكن سأريكم لدينا هنا كل المقالات لاحظوا فلدينا مثلا هنا المقالة باللغة العربية هناك إشارة صح بجانبها هنا هذه المقالة باللغة العربية وهناك إشارة قلم حول الترجمات الموجودة لهذه المقالة فلدينا هنا ترجمة إنجليزية ولدينا ترجمة فارسية لكن لا يوجد لدينا لهذه المقالة ترجمة إسبانية ولا يوجد ترجمة هندية لاحظوا وضع إشارة بلس بالنسبة لترجمة الصفحات ستكون بنفس الطريقة فذهبنا إلى الصفحات نفس الفكرة يمكننا إضافة اللغات من هنا لاحظوا يمكننا إضافة الترجمات من هنا نفسها نفس حال المقالات لن أقوم بإضافة صفحة لاختصار الوقت أيضا يمكننا ترجم التصنيفات والوسوم فإذا ذهبنا إلى المقالات قمنا بنقر على التصنيفات سنجد أن لدينا مثلا هنا كثير من التصنيفات دعوني أقوم بإضافة تصنيف جديد مثلا هنا تصنيف جديد وفقط لا غير وهو مكتوب باللغة العربية وأضف التصنيف الجديد تلاحظون أنه هو مكتوب باللغة العربية لا يوجد له ترجمة بلغة إنجليزية إذا قمت بالنقرة على اللغة الإنجليزية هنا سيقول لي أضف هذا التصنيف الإسم فإذن الإسم هو New Category فقط لا غير ثم أقوم بالنقرة على أضف تصنيف جديد ستلاحظون أنه هنا بالتصنيف لدينا كثير من التصنيفات هنا لكن إذا قمت بالبحث تصنيف ها هو تصنيف جديد تلاحظون أنه مكتوب باللغة العربية وأيضا مكتوب باللغة الإنجليزية ويمكن انتجمته إلى اللغات الأخرى أيضا فإذا قلت ذهبت إلى مقالتي التي نشرتها قبل قليل وها هي وقمت بالنقرة على تحرير سريع أريد أن أضيف لها تصنيف سيكون هذا التصنيف هو تصنيف جديد الذي قمت بإضافته قبل قليل ها هو تصنيف جديد سأقوم بإضافته وتحديث فالآن إذا قمت بعرض هذه المقالة مرة أخرى فسيقول أن تصنيف ها تصنيف جديد إذا قمت بالنقرة على اللغة الإنجليزية الترجمة الإنجليزية لاحظوا هنا التصنيف الخاص بها ليس هو نفسه هو uncategorized لماذا مرة أخرى إذا قمت بتحرير هذه المقالة أنا الآن أحرر الترجمة الإنجليزية بالنسبة للتصنيفات يجب أن أكتب new category من هنا تحديث وإذا شاهدت المقالة مجددا سأجد أن هنا new category إذا ذهبت إلى العربية هنا تصنيف جديد إذا قمت بالنقرة على تصنيف جديد ستظهر لي المقالات باللغة العربية أو التي لها نفس التصنيف إذا ذهبت إلى اللغة الإنجليزية new category قمت بالنقرة عليه ستظهر لي التصنيف لاحظوا مباشرة ظهر الترجمة للتصنيف جديد لا يوجد له ترجمة بلغات أخرى فلم تظهر بالنسبة لترجمة الوسوم يكون بنفس الطريقة فإذا هنا ذهبنا إلى كل مقالة أو في خانة المقالات قائمة المقالات الوسوم نفس الفكرة فإذا قمت إنشاء وسم جديد باللغة العربية وأضف وسم جديد ها هو ممتاز إذا أردت ترجمته للغة الإنجليزية مثلا فهنا سأكتب new tag وأضف وسم جديد الآن إذا ذهبت إلى كل المقالات ومقالتنا الجميلة الوسم الذي أريد إضافتي هنا وسم جديد لها ها هو أيضا مقالة باللغة الإنجليزية سأعطيها الوسم المترجم new tag فإذا ذهبت لعرض مقالتي باللغة العربية ها هي ولديها وسم جديد إذا قمت بالنقر على وسم جديد ستظهر لي المقالات التي تندرج تحت وسم جديد أو لها وسم جديد إذا قمت بالنقر على اللغة الإنجليزية سيظهر لي ترجمة هذا الوسم مع المقالة المترجمة لهذا الموضوع جميل جدا يعني هذه الإضافة جميلة جدا أعتقد أنها تفي بالغرض يمكنكم من خلالها ترجمة كل شيء تقريبا المقالات، الصفحات، الوسم والتصنيفات بقي أن نرى كيفية ترجمة الأمور الأخرى فإذا ذهبنا إلى مظهر وجات وقمت مثلا إضافة هنا لدينا إضافة فيها نص جديد هنا وهنا سيقول this widget displayed for يعني كل اللغات هل تريد عرضها مع كل اللغات؟ نعم فالتالي سأقول مع كل اللغات جيد جدا لكن أين أقوم بترجمة هذا الكلام الموجود هنا؟ بكل بساطة أذهب إلى languages strings translations وهنا سيظهر لهذا هذه الوجد هذه الوجد اسمها حول الموقع، صحيح؟ أنا نسيت ما اسمها نعم اسمها حول الموقع دعوني أكتب نص سهل فيها هنا هذا النص عربي هنا حول الموقع بالعربي وهنا إذا قلت بالتحديد لاحظوا ظهر هنا حول الموقع بالعربي بشكل تلقائي سيتم عرض الترجمة العربية بالصفحة الإنجليزية، الفارسية، الإسبانية والهندية فإذا إذا أردت أن أكتب هنا حول الموقع بالإنجليزية مثلا بالفارسي بزبان فارسي الإسبانيول لا أعرف ستكون وهنا بالهندي أيضا لا أعرف فسأكتب بالنسبة للنص الخاص بها هنا نص عربي نص عربي هنا سأكتب بالفارسي بزبان فارسي بالإسبانيول ستكون و بالهندي لا أعرف ستكون هنا سنقوم بالحفظ تغييرات فتلاحظون أن هذه الصفحة الرئيسية موجودة هنا هذه الصفحة باللغة الإنجليزية إذا لم تعرض لي باللغة الهندية لماذا؟ لأن لا يوجد ترجمة هندية لها على أي حال نقوم بعرض اللغة العربية فتظهر لي الودجت هنا حول الموقع بالعربي نص عربي إذا قمت بإختيار الإنجليزية ستظهر لي الودجت About site in English English text here إذا قمت بعرض الفارسية لاحظوا يقلب الموقع بشكل تلقائي يمين اليسار هنا ماتن بزبان فارسي وإذا قمت بالنقر على الإسبانية فسيقول تم ترجمة الودجات بالموقع من خلال هذه الإضافة جيد جدا الشيء الأخير الذي أريد أن نظر به قبل الإنهاء الحديث عن هذه الإضافة هو أن أذهب إلى وأنظر بهذه الإضافة وأنظر ما هي الجداول التي أضفتها هذه الإضافة لقاعة البيانات فنلاحظ أن لا يوجد ها هي قاعة البيانات لا يوجد جداول أخرى أضفتها لقاعة البيانات لكنها موجودة في إذا هبت إلى جدول في Wordpress طبعا لا داعي أن تقوم بذلك لكن فقط أنا أريد أن أريكم الأشياء التي تقوم بتغييرها هذه الإضافة على قاعة البيانات أو على موقع Wordpress بشكل عام فإذا ذهبت مثلا إلى SQL هنا وقلت أن أريد أن أبحث عن الأشياء التي تقوم بإضافتها هذه الإضافة للموقع فإذا قمت هنا بالبحث عن الـ Option التي أضافتها إضافة Polylang سأجد أن هناك أشياء هنا قامت بإضافتها هذه الإضافة من خلال الـ Settings الخاصة بها إذا ذهبنا إلى جدول البوست سنجد أن المقالات ترجمة المقالات موجودة فعليا بجدول البوست فجدول المنشرات بـ Wordpress سنجدها هي واحد وهذه هي الترجمات موجودة بداخل جدول البوست فإذا لا تقوم بإنشاء جداول أخرى بل تستخدم الجداول الموجودة already في Wordpress وتقوم بإضافة الترجمات لها اسم هذه الإضافة هي Translate Press سنقوم بالذهاب إلى إضافات وأضاف جديد ونقوم بتثبيتها نكتب اسمها بمربع البحث عن إضافات Translate Press وهنا في تجدونها كأول نتيجة فإذا التنصيب الآن وتفعيل كالعادة كيفية تفعيل وتثبيت أي إضافة ستجدون أن تم تفعيل هذه الإضافة في صفحة الإضافات الآن إذا قمت بالذهاب إلى إعدادات سأجد خيار جديد اسمه Translate Press إذا قمت في المقر علي سأجد أن هناك إعدادات هذه الإضافة سهل جدا إعداداتها سهلة جدا سهلة الضبط بكل بساطة بداية يتم استشعار اللغة الافتراضية لموقعك ففي بحالتي أستخدم أنا موقع WordPress بلغة العربية وبالتالي قام بتحديد اللغة العربية لهنا ثم يمكنك إضافة طبعا إذا أردت أن أو كان موقعك بلغة أخرى وليم تحديدها بشكل صحيح يمكنك تغييرها من هنا لأي لغة تريد لغة افتراضية أو أساسية هنا أيضا يمكنك إضافة لغات أخرى فغير اللغة الافتراضية الافتراضية العربية مثلا يمكنك إضافة الإنجليزية بكل بساطة تقوم بالنقر هنا إنجليزية وآد لا يمكنك إضافة أكثر من لغة واحدة بالإضافة للإفتراضية لأن ذلك عليك أن تشتري النسخة المدفوعة لقيام بذلك هنا يوجد إعداد هل تريد عرض اللغة باسم اللغة الافتراضية بمعنى أنك هل تريد عرض للزوار كلمة العربية بالاسم الإنجليزي لها الذي هو Arabic أو تريد عرض العربية بالأحرف العربية بالتأكيد نريد العرض بالأحرف العربية فسنختار نعم وهنا هل تريد استخدام المجلدات الفرعية للغة الافتراضية أي مثلا عندما يقوم الزائر بتصفح موقعك باللغة الافتراضية وهي العربية هل تريد أن يقول أن يظهر له في شريط العنوان اسم موقعك مثلا yourdomain.com slash AR أم تريد مثلا أن يظهر له لا شيء فقط yourdomain.com فأنا أريد أن يظهر له yourdomain.com فسأختار لا هنا أيضا يمكنك أن تقوم بإتاحة جوجل ترانزليشن بشكل مدفوع بشكل مدفوع يعني ذلك أن إذا أردت الحصول على مفتاح جوجل ترانزليشن من الجوجل فعليك تدفع لي الجوجل وبالتالي هذه الخاصية موجودة بالإضافة ولكنها مدفوعة وغير مجانية وبالتالي سأقول لا لا أريد إتاحة جوجل ترانزليشن لأني أريد استخدام المجاني لهذه الإضافة أيضا هنا يمكنني ضبط إعدادات مبدل اللغات الذي يمكنني وضع في الإضافة هذه الإضافة في أي مكان أريد من الصبحة أو البوست أو المنشور أو الويدجت في أي مكان على الإطلاق أيضا يمكنني وضعه في القائمة وأيضا يمكنني وضعه عن طريق ويدجت فلوتينج ويدجت أي بمعنى آخر أن عندما يقوم الزائر بتصفح موقعك فسيظهر له عبارة عن شريط مبدل لغات يسير معه أينما يذهب في الصفحة بحيث إذا أراد الزائر قراءة المحتوى بأي لغة من اللغات المتوافرة يمكنه النقر على هذا المبدل بشكل سريع أيضا سنقوم باختبار هذا المبدل وأيضا هناك خيارات لهذا المبدل هل تريد عرض أسماء لغات كاملة بمعنى آخر العربية العربية الإنجليزية العربية ستظهر العربية الإنجليزية ستظهر إنجليش أو أسماء اللغات القصيرة العربية ستظهر AR الإنجليزية ستظهر EN هل تريد عرض الأعلام مع أسماء لغات كاملة العربية مع عالم العربية أو عالم الإتحاد العربي أو عالم أي دولة عربية أيضا الإنجليزية ستظهر إنجليش هنا هل تريد عرض الاعلام مع اسماء اللغات القصيرة بمعنى اخر العلم مثلا امريكا مع اي ان او عالم الاتحاد العربي مع اي ان او هل تريد عرض الاعلام فقط فماذا تريد حسب هذا الكود اينما تضعه سيظهر بضمن هذه الخيالات للتختالة هنا مثلا ساقول الاسماء مع اسماء اللغات عفوا الاعلام مع اسماء اللغات ايضا هنا في القائمة يمكنك اختيار في القوائم ايضا سنختبر ذلك بعد قليل هل تريد عرض نفس الفكرة اسماء اللغات كاملة اسماء قصيرة يمكنك اختيار ما تريد فساقول اعلام مع اسماء اللغات او اعلام فقط وبالنسبة لفلوتينج لانجوجز فلوتينج لانجوج سيلكتر او سيلكشن بهذه الوجهة الطائرة التي قلت لكم عنها او الوجهة فلوتينج وجهة فالعائمة تسمى العائمة فساختار ايضا 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 مع اسماء اللغات الكاملة وساقوم بنقر على حفظ التغييرات تم ضبط اعدادات هذه الاضافة بشكل سريع الان اذا اردت اختبار هذه مبدل اللغات الذي قلت لكم عنه الان مثلا هذا بكل بساطة ساقوم الان بنسخة مثلا الذحاب او دعونا نرى عفوا دعونا نرى الوجهة العائمة الخاصة باللغات ها هي هذه الوجهة حيث يمكننا تبديل لغة الموقع لم نقم بالترجمة حتى الان فمثلا اذا قم باختيار الانجليزية سيتم قلب الموقع من اليسار اليمين اذا قم اختيار العربية سيتم القلب من اليسار هذه الوجهة العائمة التي قلت لكم عنها الان بالنسبة لمبدل اللغات في الوجهة فبكل بساطة نذهب الى مظهر ووجهات ونختار مثلا هل يوجد وجهت لها فاذا نبحث هل يوجد وجهت لهذا الموضوع ف يبدو ان لا يوجد وجهت فسنقوم باضافة وجهت نص ولبلغ سايد باي اضافة وجهت فهذه هي الوجهة التي قم باضافتها الان ساقوم بوضع شورت كود الذي قمت بنسخه قبل قليل من اعدادات الاضافة واقول اختر لغتك وحفظ الان اذا قمت بالذهب الى الموقع قمت بالتحديد ففيه هنا سيظهر الاختر لغتك فاذا هنا مبدل اللغات في الوجهت ايضا يمكنني اضافته في البوست او المنشور او المقالة اي مكان اريد ان اظهر مبدل اللغات فيه فقط اقوم بنسخ ولسق هذا هذا شورت كود ساقوم بالحذف واجرب المبدل اللغات في القوائم فأذهب الى مظهر قوائم وهنا ساختار قائمة قم بانشاء قائمة خاصة اسم القائمة مثلا العلوية وسأضعها في القائمة العلوية وهنا سأجد هناك خيار اسمه language switcher فسأقول ان تحديد او اضف للقائمة طبعا بدون ان اقوم ب سأقوم بالتحديد الكل واضف للقائمة فهنا سيتم تحديد اللغة التي اريد منها ان يتم اضافتها ل language switcher بهذا الشكل العربية مثلا يمكنني اضافة العربية وهكذا فاذا حفظ التغييرات واذهب الى الموقع الرئيسي وتحديد سيظهر لي في الاعلى ان هنا يمكنني من خلال القائمة ان اقوم بتغيير اللغات الانجليزية والعربية فاذا هذا بالنسبة لي مبدل اللغات لن اتحدث عن مبدل اللغات الان يجب الان ان نتعلم كيفية ترجمة محتوى الموقع فبكل بساطة مثلا انا الان في الصفحة الرئيسية لموقعي اذا ارد ترجمة اي شيء موجود في هذا الموقع بكل بساطة في هذه الصفحة افهم في هذه الصفحة فاذهب الى translate page هنا واختار من هنا اللغة التي اريد ترجمة منها وهي العربية وهنا اختار string او العبارة التي اريد ترجمتها فمثلا نلاحظ هنا كما تلاحظون ان كما تلاحظون ما الامور التي تظهر هنا باللغة العربية ستظهر هنا في هذه القائمة فقط في هذه الصفحة الموجودة هنا فمثلا هنا يوجد كلمة غير مصنف اذا ارد ترجمة غير مصنف اضعها هنا واقوم بترجمتها مثلا هنا نان على سبيل المثال اي شيء اريد مثلا نان على سبيل المثال وبعد الترجمة اقوم بالنقر على save translation بعد الانتهاء من الترجمة لا تنسوا اطيام و الان اذا قمت بالتغيير الى انجليزية طبعا لا يمكن تغييري انجليزية من هنا فاذا يبدو ان لا يمكنني التبديل من هذه الصفحة ولكن بشكل عام الان اذا قمت بتغيير اللغة من هنا الى الانجليزية سيتم تحميل الصفحة هذا بالانجليزية فسيظهر لي كلمة نان تقمت بترجمتها ها هي اذا اردت العودة الى اللغة العربية بكل بساطة انتقل الى العربية وتظهر لي هذه الصفحة باللغة العربية فمثلا اذا اردت ترجمة هذه الكلمة هنا مختبر مدونة تعلم معناه فابحث عنها ها هي مختبر مدونة تعلم معناه واقوم بترجمتها العربية مختبر تعلم معناه الانجليزية ستكون لان ودناو لا شكل سريع ثم سأقوم بالنقرة على مرة اخرى اذا قم بالانتقال للغة الانجليزية سيظهر لي الترجمة عنوان الموقع باللغة الانجليزية فاذا هذا هو فقط فاذا اردت ترجمة اي شيء مثلا نعود للغة العربية اذا اردت ترجمة اي مقالة من مقالات الموقع بكل بساطة اذهب لي صفحة هذه المقالة هذه المقالة هنا والان سيتم تحميل كل فقرة من هذه المقالة هنا على هيئة عبارة على شكل عبارة فمثلا هنا مرحبا بك في ورد برس هذه مقالتك الاولى ساقوم باختيار مرحبا بك في ورد برس هذه المقالاتك الاولى هذه العربية فاذا اردت ان اقوم بترجمة هذه الجملة للانجليزية ساكتب شيء عشوائي مثلا ترانزليشن واقوم بالحفظ الان اذا قمت الى انجليزية مرة اخرى ساجد ان ظهرت ترجمة تلك الفقرة هنا بالانجليزية فاذا هذا بالنسبة كيفية الترجمة المواضيع ومبدل اللغات الان بالنسبة للتصنيفات التصنيفات في الموقع مثلا اذا قمت مرة اخرى بزيارة الموقع عفوا اذا قمت بزيارة الموقع فاجد ان هناك مثلا ذهبت الى مقالة اهلا بالعالم مقالة اهلا بالعالم تتبع التصنيف الغير مصنف اين يوجد لم يظهر او قمت بالنقر هنا على التصنيف الغير مصنف ها هو فاذا قمت بتغيير اللغة الى انجليزية سيبقى كلمة غير مصنف موجودة باللغة الانجليزية ايه اللغة العربية او اللغة الاصلية ف لن استطيع ترجمة هذه الاشياء في هذه الاضافة لانجليزية او لغة اخرى ولكن ما الذي يمكنني فعله طبعا كونه انا لدي موقع بسيط وموقع فيه فقط لغتين فبكل بساطة يمكنني مثلا اذهب الى مقالات تصنيفات ومثلا اضف تصنيف جديد مثلا تصنيف جديد مثلا بدي اسميه ادارة السيربر على سبيل المثال او ادارة السيربرات فيمكن اني وضع علامة مثل هذا واقوم بتتابة الترجمة له بالانجليزية ويب سيربرز لا يبدو جميل جدا ولكن اضف جديد يبدو هناك مشكلة او تم اضافتين دقيقة واحدة تم اضافتين بهذا الشكل فمثلا اذا قمت الان بالضحاب وكتابة مقالة جديدة كل المقالات او قمت بعرض اضافة اهلا بالعالم الى تصنيف ادارة السيربرات من هنا فهذا تصنيف ادارة السيربرات وتحديد وقمت مرة اخرى بزيارة الموقع وقمت بالذهاب الى تصنيف غير او تصنيف ادارة السيربرات وقمت بالترجمة الى الانجليزية فسيظهر لي التصنيف هنا باللغة الانجليزية وباللغة العربية فهذا هذه طريقة احتيال على الموضوع لكي اقوم بحل هذه المشكلة البسيطة طبعا في المواقع البسيطة العادية لا يبدو جيد للزائر الاجنبي ان يقرأ شيء بالعربي في صفحة معينة ولكن هنا سيجد ترجمتها مباشرة فكلما تقوم بانشاء مثلا تاج او وسم جديد او تصنيف جديد قموا بترجمته مباشرة في قاعدة البيانات او عند اضافته وبالتالي لا تحتاجوا ان تقوموا بتثبيت اضافة جديدة لترجمة مثل هذه الامور فاذا هذا بالنسبة لشرحنا اليوم عن اضافة ترانزليت بريس طبعا اضافة ترانزليت بريس للتلخيص هي اضافة جيدة للمواقع التي تريد اتاحة محتواها بلغتين وهي سهلة الاستخدام جدا سهلة الترجمة جدا جدا اذا قمت بحذف الان هذه الاضافة لن تسبب لموقعك اي مشكلة على الاطلاق وايضا من سلبيات هذه الاضافة ان لا يمكننا ترجمة الوسوم والتصنيفات فيها بشكل تلقائي او بالنسخة المجانية ايضا لا يمكننا استخدام خيار ترجمة الجوجل بطريقة بالنسخة المجانية أو ليس فقط بالنسخة المجانية هي بالنسخة المجانية يمكننا إضافة ترجمة جوجل ولكن لاستخدام ترجمة جوجل نحتاج مفتاح هذا المفتاح لدينا الدفع للحصول عليه اسم هذه الإضافة ويغلات ما يميز هذه الإضافة هو أن ترجمة محتوى الموقع تكون خارج الموقع فكيف يتم ذلك دعونا نرى فسنذهب إلى إضافات أضف جديد واسم هذه الإضافة ويغلات فقط سأكتب في مربع أو خانة مستطيل البحث ويغلات وسنجدها هنا فإذن بداية اسمها Translate WordPress ويبسايت ويغلات Translate الثلاثين ألف تنصيبة نشطة آخر تحديث قبل ثلاثة أشهر غير مجربة مع نسختك من ويرد بريس هذا هي الروم اللي علينا أن نعيد النظر بها يعني أنها لم يتم اختبارها على أحدث نسخة من ويرد بريس والتي أستخدمها الآن في وقت تسجيل هذا الفيديو فسأقوم نقل الآن على تفعيل تم تفعيل الإضافة وها هي إذا قمت بالذهاب إلى Settings هنا الخاصة بهذه الإضافة وأيضا هي موجودة في الشريط الجانبي هنا فسيقول لي أن علي أن أدخل المفتاح هذه الإضافة المفتاح أحصل عليه بشكل مجاني بكل بساطة أذهب إلى موقع ويغلات هنا سيطلب مني أن أقوم بتسجيل الدخول فلدينا هنا البريد الإلكتروني كلمة مرور تكتبها مجدداً وتقول أنا وافق على هذه الأمور وتجرب هذا الشيء طبعاً أنا لدي حساب وسأقوم بنقل على Login وسأقوم بكتابة البريد الإلكتروني الذي أقوم بالتسجيل به وكلمة المرور قمت الآن بالتسجيل عادة عندما تسجل لأول مرة سأعطيك مباشرة المفتاح الذي ستقوم بنسخه ولسقه في هذا الإضافة أما الحالة قم بالتسجيل الدخول سأقوم بإضافة بروجيكت جديدة بكل بساطة سأسمي هذه البروجيكت Local Host وهنا سأقول أن الوبسايت الخاص به هو WordPress قد لا تحتاجون القيام بذلك أنتم لكن أنا في حالتي قم بتسجيل الدخول وسأقوم بنقر على Next فهنا سأعطينا ال API الخاص بهذه البروجيكت فسأقوم بنقر على Copy وأضعه هنا بكل بساطة بهذا الشكل وهنا سيطلب مني اللغة الأصلية للموقع ما هي فسأقول هي العربية فإذا ها هي وما هي اللغات التي تريد أن تقوم بترجمة موقع لها في النسخة المجانية فقط يمكننا أن نختار لغة واحدة إضافية وهذه اللغة يمكننا ترجمة 2000 كلمة بها فإذا هذه الإضافة مناسبة المجانية مناسبة للمواقع الصغيرة فسأختار هنا الإنجليزية فقط وأقوم بنقر على حفظ التغيرات فهنا يقول أن تم الآن ضبط الأعدادات سأقول Go to my front end حتى أرى الصفحة الأمامية فإذا هنا الصفحة الأمامية تلاحظها هي بالإنجليزية وهنا لدينا لاحظوا مترجم مبدل اللغات موجود هنا فيمكنني التغير مثلا بين عربية والإنجليزية فإذا لاحظوا مجرد أنني قمت بالترجمة تم الترجمة بشكل أوتوماتيكي إذا أردت ترجمة هذه الأشياء بيدي فكيف يتم ذلك؟ بكل بساطة أذهب للموقع هنا عندما قمت التشجيل به أذهب لهذا الموقع بكل بساطة أذهب لموقع ويغلت هنا فيمكنني أن نقر على Translation هنا في الأعلى وهها هي فهنا تظهر لي الكلمات بالعربية وهنا مقابلها بالإنجليزية فمثلا هنا إذا أردت ترجمة هذه الجملة مثلا سر الإنجازات العظيمة بكل بساطة يمكنني مثلا هنا نسخ هذه الجملة هنا أذهب لأسيرتش ترانزليشن هل ستظهر لي؟ نعم ظهرت لي وهنا الترجمة الأوتوماتيكية لهذا الموضوع يمكنني تغييرها فمثلا أكتب مثلا سأكتب شيء ليس له علاقة بالترجمة لنرى كيف يبدو ذلك فمثلا سأقول وفقط لغير هل يوجد تظهر حفظ؟ لا يتم الحفظ بشكل أوتوماتيكي لاحظوا سيقول جيد جدا فإذا الآن إذا هبت الموقع تحديث ومجرد أن أقوم بالتحديث الآن سأقلب اللغة إلى الإنجليش لنرى كيف يبدو ذلك فنذهب إلى هنا فهنا ظهرت لي الترجمة التي أريد وظهرت هنا الترجمة التي قمت بإضافتها من الموقع فكرة عمل هذه الإضافة أنها تأخذ الموجودة في موقعك تضعها في موقعهم موقع ويغلات وتزودك بترجمة أوتوماتيكية لهذا الموضوع إذا لم تحب هذه الترجمة أوتوماتيكية يمكنك الترجمة على موقعهم للترجمة التي أنت تريد قد تفضل هذا الموضوع وقد لا تفضل أن تكون الترجمة الخاص بك على موقع آخر غير موقع Wordpress لكن إذا استخدمت هذه الإضافة يمكنك الاستفادة من فكرة ترجمتهم الأوتوماتيكية للسترينجز أيضا مشكلة بهذه الإضافة أن النسخة المجانية لا يمكنك إلا إختيار رغة واحدة وألفين كلمة يعني هنا فقط لديك ألفين كلمة فإذا قلت Back to Languages لاحظوا معي يقول أن أخذ من موقعي تقريبا ألف كلمة جيد فإذا نذهب بالنسبة لطريقة ترجمة باستخدام هذه الإضافة أيضا يمكننا إضافة مبدل اللغات لهذه الإضافة من خلال مظهر قوائم فإذا ذهبنا إلى هنا فيمكننا إضافة Language Switcher اسمه Weglot Switcher موجود هنا يمكننا إضافته وإذا ذهبنا للموقع مرة أخرى فتحديث فهنا ظهر لي اللغة العربية والإنجليزية فإذا قلت اللغة العربية سيظهر لي مجددا الموقع بلغة العربية والإنجليزية سيظهر لي بلغة الإنجليزية أيضا يمكنني إضافة Widget لهذه اللغة فإذا الوجات اسمه الوجات Weglot Translate إذا وضعتها هنا ويمكنني أيضا تسميتها أي شيء فمثلا ترجمة الموقع وحفظ التغييرات إذا ذهبت الآن إلى الموقع مجددا ذهبت إلى الوجات هنا سأجد أن لدي هنا الترجمة Translation of the site فإذا قمت النقر على العربية لاحظوا ستظهر لي ترجمة كلمة ترجمة الموقع كما قمت بإضافتها لكن إذا قمت بالنقر على الإنجليزية سيقوم بترجمة الوجات بشكل تلقائي ويقول أنها Translation site طبعا متأكد هذه ترجمة أوتوماتيكية قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة جيد فإذا بالنسبة لهذه الإضافة ماذا لو أردت مثلا شراء الإضافة المدفوعة فلنرى كيف يبدو ذلك ومن هنا سيمكننا تحديد الكلمات التي نريد أن نترجمها وهنا سيظهر لك السعر فمثلا هنا يمكنك إضافة خمسة لغات إضافية بمئتين ألف كلمة وهذا هو السعر الموجود هنا مثلا إذا كان ثلاثة لغات خمسين ألف كلمة هذا هو السعر هنا ولغة واحدة وعشرة ألف كلمة هذا هو السعر هنا فإذا قد يكون السعر طبعا السعر غالي جدا أن يكون مثلا في اليورو لكن الفكرة أنه بالنهاية ترجمة موقعك تكون على موقعهم يعني أنت تستهلك من موقعهم ليس فقط هي مجرد إضافة تقوم بإضافتها وتستخدمها على موقعك أنت تستخدم من السيرفر الخاص بهم وتحتفظ بكلمات ترجمة خاصة بك في موقعهم بالتالي السعر سيكون كبير على هذا الموضوع لكن بالنسبة لسهولة الترجمة الترجمة سهلة جدا باستخدام هذه الإضافة فضلا هذا كله بالنسبة لإضافة وي إيقلاد هل أوصي بها؟ أنا شخصيا لا أحب أن تكون ترجمة موقعي في موقع آخر يعني عملي كله أن يكون في موقع آخر لا أحب ذلك لا أفضل ذلك لكن إذا كان موقعك مثلا صغير وبسيط فقط ألفين كلمة بالموقع فلماذا لا تستخدم هذه الإضافة؟ أعتقد هي مناسبة للمواقع الصغيرة جدا والمحتوى الخاص بها صغير جدا جدا والمواقع التي لا تحدث باستمرار يعني مثلا كمدونة أعتقد ترجمة مدونة باستخدام ويغلات لن يكون مناسب لأن المدونة دائما تزيد من عدد كلماتها ومحتواها أما بالنسبة لموقع استاتيك بسيط موقع لشركة بسيطة فيها معلومات عن هذه الشركة إضافة ويغلات جدا مناسبة لهذا الموضوع اسمها Transpush WordPress Translation 20 ألف تنصيبة نشطة حدثت قبل أربعة أشهر وغير مجربة مع نسختك الحالية WordPress هي الأحدث ولكن لا مشكلة كونها محدثة قبل أربعة أشهر فسنقوم الآن بالنقر على تنصيب وثم تفعيل لنفعل هذه الإضافة كما تلاحظون تم تفعيل هذه الإضافة وأيضا ظهر لي Transpush في الشريط الجانبي يمكنني أن نقر على إعدادات من هنا أو من هنا حتى أقوم بضبط إعدادات هذه الإضافة بشكل سريع سأجد هنا لدينا تبويب تاشبورد لدينا هنا Languages يمكننا من خلال هذا الخيار أن نختار اللغة الإفتراضية للموقع وأيضا نختار اللغات التي نريد إضافتها للموقع فبكل بساطة يمكنك تحديد اللغات من هنا فمثلا اللغة الإفتراضية العربية تأرد تغييرها لتصبح الإنجليزية بكل بساطة أقوم بسحب الإنجليزية بهذا الشكل وأضعها هنا فأصبحت لغة الإفتراضية للموقع الإنجليزية إذا أردت أن أضعها الأفريقية أو لا أعرف هذه اللغة فبكل بساطة أسحب بهذا الشكل تصبح اللغة الإفتراضية هي هذه اللغة لكن أنا أريدها العربية فسأعيد اللغة العربية أيضا يمكنني تحديد اللغات التي أريد ترجمة الموقع بها فمن هنا يمكننا تحديد مثلا أي لغة نريد فلدينا هنا المراتي سحب حددت المراتي لغة تتكلمون بها بالهند لدينا أيضا هنا لغة مثلا الأردو أي لغة تريد يمكنك تحديدها وبعد ذلك تقوم بنقر على Save Changes جيد ثم تذهب إلى Settings من هنا وتحدد هذا الخيار الذي يقول أنه استماح بالتحديثات الآن سأريكم إياها هنا يمكنك تحديد الشخص الذي يريد الترجمة فيمكنك مثلا تحديد فقط المدير أنت فقط المدير تريد منه أن يقوم بالترجمة هل تريد السماح بترجمة اللغة الإفتراضية؟ لا لنحدد هذا الخيار وأيضا هناك خيارات أخرى سأقياها كما هي سأحرص على تحديد هذا الخيار هذا الخيار يعني أنك تريد أن تكون روابط الترجمة جميلة بمعنى آخر أنه عندما تترجم للغة الإنجليزية يكون رابط المقالة بلغة الإنجليزية your domain-en أيضا يجب تحديد هذا الخيار لنقل الأمور التي تأتي بها أو السكريبت التي تأتي بهذا الإضافة إلى الفتر حتى يكون الموقع أسرع أفضل من أن تكون بالهدد هذا الخيار لن أقوم بتحديده وهو أن تسمح للإضافة باستشعار لغة متصفح الزائر فتحدد اللغة المناسبة له مثل أنجليزية، الإسبانية، الإسبرانتو، لا أعرف لم أحدد هذا الخيار لكن يمكنك تحديده وأيضا هنا يوجد إعدادات للنسق الاحتياطي للإضافة للترجمة وهنا تحتاج لمفتاح تحصل عليه فأنا لن أقوم بضبط هذا الإعداد لأنني ليس لدي مفتاح للخدمة حتى أقوم بنقل على Save Changes وأنتقل لTranslations Engines هذا التبويب يمكننا من خلاله أن نقوم بالربط مع مترجم أوتوماتيكي من جوجل، من يندكس فهناك مواقع ممكنك الربط معها لكن عليك جلب مفتاح منها حتى تعمل الترجمة منها فبكل بساطة أنا سألغي هذا الخيار لكن إذا أردت هذا الخيار بكل بساطة قم بتحديده فسأقوم بنقل على Save Changes Widget Settings سأتركها كما هي لن أغير أي شيء وبالنسبة للإدفانس لن أغير أي شيء سأتركها كما هو Translation Editor هنا تظهر لنا الترجمات التي تمت إضافتها للموقع الآن سأريكم كيف تظهر وهنا لدينا بعض الأدوات الخاصة بالترجمة الأوتوماتيكية والنسخ الاحتياطي نحن لم نصل مع أي خدمة فلن نحتاج كل هذه الخيارات سنحتاج فقط الخيار الأخير وهو اسمه Translate All Now فسأقوم بنقل عليك طبعا هذه العملية قد تأخذ بعضنا الوقت اعتمادا على عدد مقالات موقعك وأيضا اعتمادا على عدد لغات التي اخترتها يعني إذا اخترت مثلا عشرة لغات سيأخذ وقت أكثر من اختيارك للغتين ونفس الفكرة إذا كان لديك مثلا مئة مقالة في الموقع سيأخذ وقت أكبر في الترجمة من مقالة واحدة أنا لدي مقالة واحدة فالموضوع سهل جدا فهنا يقول Nothing left to translate يعني تمت الترجمة فإذا انتهينا هذا هو الضبط إعدادات هذه الإضافة الآن نذهب لمظهر وجات لنضيف وجت Language Switcher أو مبادل اللغات فإذا اسم هذه الوجت Transpush فبكل بساطة أضيفها لأي وجت هنا لأي شريط جانبي مثلا التذييل وهنا يمكنني تسميتها مثلا الترجمة تم الحفظ ونذهب للموقع هذا هو الموقع الخاص بي إذا ذهبت للتذييل هنا سأجد أن هذه اللغة الأصلية للموقع العربية أريد الترجمة لغة الإنجليزية فلاحظوا قمت إختيار الإنجليزية فتم ترجمة الموقع للإنجليزية ممتاز جدا أنا لم أدخل أي ترجمة من هذا الشيء هو فقط حصل عليه من النقر على زر translate all now فإذا هذا كله ترجمة أوتوماتيكية كما تلاحظون أنا في الرابط أصبح لدي localhost wordpress slash en لأننا الآن في اللغة الإنجليزية فإذا الرابط جميل إذا ذهبت للمقالة فسأصبح الرابط slash en slash اسم هذه المقالة باللغة الأصلية اللي هي بحالة اللغة العربية إذا لم تعجبني هذه الترجمة الأوتوماتيكية فمثلا لدينا كلمة هنا hello world فبالنسبة لي hello world ليست الترجمة الصحيحة هي الترجمة الصحيحة لكن مثلا هي ليست الترجمة الصحيحة وأريد تغييرها فماذا أفعل؟ أقوم بذهاب للودجت وأقول edit translate مجرد أن أقول edit translation سيظهر هنا علامة على كل string بالموقع يمكنني النقر على هذه العلامة مثلا سيظهر لي أن اللغة العربية أهلا بالعالم فإذا كيف تريد أن تترجمها للغة الإنجليزية فمثلا سأقول hello everyone طبعا هي ترجمة خاطئة لكن هذه هي الفكرة وهنا أقوم بالنقل على إشارة الصح بهذا الشكل فتلاحظون تمت الترجمة إذا عدت للموقع وإضافة Transpush Translation Editor من هنا ستلاحظون أن ظهر هذا الstring الذي تم ترجمته بشكل يدوي هنا فهنا لاحظوا اللغة الإنجليزية أهلا بالعالم الترجمة من قام بها نورس وتاريخ الترجمة جيد جدا وأصبح هنا لاحظوا مرة أخرى أخضر عليها أنها تمت الترجمة ما تعونا نجرب الأمور الأخرى من هنا فمثلا نجرب مثلا الإسبرانتو فلاحظوا أصبحت لدي هنا الإسبرانتو جيد إذا مثلا الماراتي لغة الماراتية قريبة من اللغة الهندية فإذا أصبح الموقع باللغة الماراتية إذا ذهبنا إلى مثلا هذه اللغة لا أعرف ما هي الهولندية مثلا لا أعرف فإذا هذه هي اللغة تذكروا أن يمكننا التحديد من يترجم للغة إذا ذهبنا إلى settings للإضافة وهنا يمكننا التحديد هل تريد فقط المدير يترجم أم المحرر فمثلا هنا فقط المدير فبكل بساطة أنا لو قمت الآن بالخروج من الموقع أنا الآن شخص مجهول في الموقع والآن أتصفح هذا الموقع فلاحظوا ظهر لي الموقع بلغة العربية إذا قمت بالنقرة على الإنجليزية ظهرت الترجمة الإنجليزية لا يمكنني edit translation أنا كشخص مجهول لا يمكنني أن أعدل على هذه الترجمة ولكن يمكنني تغيير اللغة بشكل جميل طبعا مشكلة هذه الإضافة إضافة رائعة جدا عجبتني جدا لكن الموضوع يعني ليست مشكلة ميزة كنت أود أن تكون بهذا الإضافة أن يكون لديها قائمة بحيث نضعها مثلا في قائمة من هنا مبدل اللغات أن يكون في قائمة فكان الوضع جميل جدا وممتاز لكن للقوالب التي فيها وجهة علوية هنا يمكنك أن تضيف إليها وجهة مبدل اللغات للوجهة العلوية أفضل أن يكون من هنا في التذيل بالنسبة لهذا القالب وهو قالب Wordpress الافتراضي لا يوجد إلا مكانين للوجهة في الأسفل لا يوجد وجهة علوية لكن هذه الإضافة أتمنى أنها كانت مفيدة بالنسبة لكم بالنسبة لي كان فيها الكثير من الخصائص التي تفتقرها الإضافات الأخرى زائد أنها إضافة مجانية يمكننا إضافة أكثر من اللغة يمكننا الترجمة بأكثر من اللغة والدمج مع الترجمة الأوتوماتيكية ومع الترجمة اليدوية شيء جيد جدا نحتاجه جميعا هذا كله لهذا الفيديو وأتمنى أنه كان مفيد تذكروا أن لا يوجد إضافة هي الأفضل لكن يوجد الإضافة الأمثل والأنسب للاستخدام فاختاروا الإضافة حسب استخدامكم وحسب هدفكم أشكر متابعتكم وألقاكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر